السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في السينما المصرية نجوم كتير منسية فاكرين وششهم كويس وكمان حفظين كلامهم لكن معظمنا ما يعرفش حكاياتهم ولا حتى أسماءهم والنهاردة هنصلت الضوء على واحد من النجوم اللي تركوا في السينما بصمة ورسموا على وششنا بصمة بخفة دمهم العالية تعالوا بينا لابدأ حلقتنا وإحكي يا فنان الفنانة زكية إبراهيم وقبل ما نتكلم عن سريتها الذاتية هنتكلم عن أهم محطتين لها في السينما المصرية واللي مرتبطة بأذهان الجماهير المحطة الأولى كانت مع علي الكسار في فيلم سلفني 3 جنيه المشهد اللي كان علي الكسار واقف فيه على الباب بيتصنط على أحوال حماته هادية ولا متعصبة فيسمعها بتقول طب ويمين النبي ومن نبى النبي إن ما كان يجيبت 3 جنيه النهاردة لا أخلي أيامه زي الزفت ويدخل البيت ويتخنق معاها وتكسر عليه الإطباق وينزل يجيب إطباق جديدة ويقول للبيع إنه بيتضرب بيهم وإن حماته مكسرة على دماغه ولا خمسين داستة من العينة دي ويصعب على البيع ويقول له ده أنت راجل مسكين قوي فيرد عليه ويقول له ده أنا رئيس جمهورية المساكين اللي في الدنيا فيشور عليه البيع إنه يدي له شوية سحون مشرخة فياخد نص داستة ولما يقول له البيع مش عاوز كبات ولا حاجة يرد الكسار ويقول له لا لا حماته ما بتضربش غير بالسحون بس ويطلع بيهم علشان يتكسروا على راسه من تاني المحطة التانية فيلم ليلة الدخلة لإسماعيل ياسين وحسن فايق وعبد الفتاح الأصري نيلون وبلبيع بيتعرفوا على بنتين مجدة وسمحة توفيق وبيحبوهم ويبعطوا الخطبة ليهم علشان تخطبهم لكن يحصل خطأ من الخطبة وتدخل شقة المعلم خرطوشي وتقابل مراته أم سوسو وتوتو ويوم الفرح تيجي أم سوسو وتوتو تبوس نيلون فيسأل المعلم خرطوشي مين الست دي؟ فيقول له دي المرضاعة بتاعت الولاد فيقول له بلبيعه إيه؟ والبنات شربوا من لبنها؟ يقول له أمال فيحاول بلبيعه يهرب من الجوازة نجمت حلقتنا النهاردة الفنانة زكية إبراهيم ولدت في 25 يوليو سنة 1901 بالقاهرة عملت في بداية حياتها مع فرقة نجيب الرحيني وبعدها انضمت لفرقة علي الكسار وأصبحت بطلة عروض الفرق السنوات اشتهرت أكتر بدور الحمى في السينما المصرية أثناء فترة التلاتينات والأربعينات من القرن الماضي وكمان شركت علي الكسار في العديد من أفلامه منها خفير الدرك سلفني ثلاثة جنيه علي بابا والأربعين حرامي ونور الدين والبحارة الثلاث ده غير أفلام تانية شركت فيها زي البشمقاول سنة 1940 ألف ليلة وليلة 1941 صحبة العمارة 1948 أسير العيون 1949 رسيد ذكية إبراهيم الفني لا يزال في قلوب وعقول كل مشاهد مصري لأفلامها الكوميدية اللي محدش غيرها يقدر يقوم بأدوارها اختفت ذكية عن الأضواء إلى أن توفيت في 8 إبريل سنة 1970 عن عمر يناهز 69 سنة خلصت حلقتنا النهاردة لكن حكايتنا لسه ما خلصتش ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد واستنوني إن شاء الله يوم جديد ونجم جديد وحكاية جديدة اشتركوا في القناة